ميت باديو ميت باديو ميت باديو الو. انا وستا لان سيدي تفضل. السلام معكم لله. عليكم السلام ورحمة الله يسعر الله وبركاته. مرحبا بيك تفضل. ويحليت عندي جيشتويا لما اسمكين مع المرأة. مهم. ومسيت انا اندرت رجوع البيت الوجيه. نعم. درت ايه طلبت انها باقعة مع العلم. انها كتحرض عليها ولادي الول موسيقى الكبير اللي بني وبينها. الولي دات تحل تكون انها مهمة بينهم الأولى كلها. اذا لم يتحرض لك تحل تكون عقلها. لا تقول فيها أي مهمة بين الذين قيودت. واجهة على الحться الذي يكون. والو. هل تحرض لك وأشهد من عملات الوليدات من الوليدات في الذين التي تحرض لها واضح. انا تقوم ببعض المالم بطريقة وبدأ لك ما نعرفه لها المهمة. وهذه الوليدات تاازل معك في الدار او مشوا معها؟ بتلاتة مشوا او مشاتوا فيها وقدروا كل شيء وقدرت كل شيء من أجله الامرة عندي مقاريات وعمرة اقرأت وبيت اخذ مدى الناس وبيت اخذ داما عندي الناس انا قررت اولادنا قررتهم فلوس فلوسي دبا مبقاش عندك امكانية المادية وشنو معك ومقفت من العمل بقفت بسيجر وقفت ومعك تستخدم لنفق لما يخذيه وين باقوة هذا ما يريد ان يكون معرفة عنها لديك فلوس بلس تحجر وما تستخدم لك او مرتي او مرتي واخدرتي رجوع البيت الزوجية نفتيع ليها مازال ما وصلناش لهذا الشيء انا كان سؤالي اللي كيتفرح واجهد الوليدات اللي ما تيخليوش الباهم كيستهلوش النفقة هاتي اش ما كيخليوش الباهم نعم وش ما كيعطوش النفقة كيما يدوروش معك زعمة كيعطوش فلوس عام واش كيستهلو ها هو ماها الدفقه ما تيخليوش أش ما تدر جال اا كيكي اكي كيعيروك زعمات شي لي بوتيت قصد ايه دمشي راز تان تان اولادي الحماق واجهد الولادة وكيستهلو النفقة هاديك البنت اللي عندها وحد وعشرين بقى ما مزوجاش بقى ما مزوجاش وقلك فاش كتقرا كتقرا ماذا كتقرا غاصاكترا واضيه المانيف لنسي جي والبنية الأخرى اللي عندها 18 سنة والولية تبارك الله كيقرام زيان يعني لما أبقى سعندهم لغي أحكمهم واش هالوليدات كيستاهلون لإديروا لهذا شيء واش يستاهلون لنبقى هذا لا هي النفقة هذا القانون اللي كيطبقها ماشي العرف ولا العطيفة هذا القانون تفرض عليك مدام أنت أب قادر على أنك تنفق أو قادر على أنك تخدم بين قوسين أنك تريد أن تقوم بالنفقة لهم لأن البنية تبقى ما تزوجه وما خدمه والولية تبقى ما وصلش إلى 18 سنة وربما أنه يستمر إلى 25 سنة إلى كمال الدراسة فبقى ما تسخط عليهم النفقة لهم إذا بقى ما زال أنت ملزم بالإنفق عليهم أنا أعرف هذه المسائلة ولكن يستاهلونها قانونيا إلى هذه الوليدات أنهم عاقين لك فبطبيط الحال أنه ممكن أن يتبطي أنهم وأنت مغتش تدير بهم شي كي الوكه الملك يعني مغتش تدير ش هاد شي مطبيط الحال نعم أسيدي لدي سيدي كارت ميموار قطع عند الأمريكا تبدأ لشي اللي كتقدر عليه أن يتابع لأولادي ما تيخلقوا فيه كيتتعزلوا مع أمهم ويا مقارياش وكتخلي تذيبوا الجائل ولا كارت ميموار قطع تسجلوا تحقي فيه مقر ما عندي سيلك هو لا يعني لك أنت الزوجة مقارياش رهما غتش تكون شواعي يراكين زوجات مشكل مش في القرايا يراكين لقارين ومواعين ولا كان زوجات لمقره وش تبارك الله ولكن أنهم يعني مقابل أوليدات نعم ووسع درحمن وقالك ماشي مدك النمو وده بوسع درحمن أنت يعني عندك واحد الغصة شخصية بينك وبينه ما تدخلوش لولاد فيها مسألة أنك خديت يا أخذ داما حزاد المصطلح قلتي كنا نخدمه من أجل لقمة العيش كل أحد فينا وأشنهم كتاب له كان الناس اللي خدوهم ربما يعني في ظروف أصعاب واخدوهم من أماكن اللي إحنا ما كانت قبلهم شي شي معيا وصلحوا ليهم والد ووليداتهم وكما كان نقوله جمعوا راسهم وتقى الله في راسهم وتهرس ليهم الراس ودروا أسار وكاين اللي واخدها بجميع المعايير اللي يمكن تعجب أي إنسان وخرجة عوجة إذن والعكس صحيح بسبب الرجل إذن مش هدوه المعيار هاد الولاد دبنته مالك رفصوه موسكم فصراحة لأن هاد صراع ما بين الوالدين كيخلص تمن ديالو الولدات ومالك يخلصوه التمن كيف ما كينين الولدات عاقين ركيني الوالدين عاقين فحاداري راح نكمشو بزاف بهاد السخط الرضا ركتو قبل أن يارك السخط الرضا وولادي مساخطه راشي مرات راشي يكونوا تلو والدين مساخطه برعادي لفضل أمورادي رازع ما باش من باش مقوش نديروا هذه الكفاغيف واحد الاتجاه واحد حيز كين بزاف ديالناس اللي حياتهم وقفت بسبب السخط الرضا وكين بزاف ديالناس اللي كان ممكن أنه مديروش يحويش في حياتهم وحدهم وليدهم خوفا أو لا الله أعلم بالنيا بسبب هاد السخط الرضا إذا السخط الرضا را ماشي لعبة لطاعة اللي مخلوقين في معصياتي الخالق إذا تنكو شي حاجة اللي ما كتقيش علاقتك مع وليديك را ما عنداش علاقة بسخط الرضا خاصة تكون كتقيس علاقتك مع أمهوما أما حياتك الخاصة كتبقى حياتك الخاصة ديالك فهاد شي علاش ما نقوش نخلطه الصور ما كنتكلمش على السعر درحمن وكيجات فرصة بشنتكلموا على هذه النقطات هو حتى الوضع الأطفال في هاد الوضع ديال الاختيار ولوضع غير صحيح أنك توضعهم بالزمنهم أيما تكونوا مع أمكم ولا معي أنا هؤلاء هؤلاء يبقوا محايدين يعني الله عز وجل من اللي تتكلم عنه والأم أكثر ووصينا الوالدين بوالدين إحسانة ووصينا الإنسان بوالدين إحسانة فبتكيت كلم ديالين على الوالدين والأم كتزاد أكثر ووضعته على والن وحملته على الوضع في عامين فالأم كتتعذب أكثر في أحق حتى للحديث النبي الشريف أنه يؤكد هذه القاعدة سئل من أحق بصحبتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمك قال من أمك قال من ثلاثة المرات ثم من قال أبك فبالتالي أنه كان أفضلية نسميها أفضلية إنسانية بين قوسي للأم لأنها تعبات كثير يعني الحمل دياله الزوج ربما وضع نطفة في رحم ديال الأم طبيعي الحال أنها ولدات ولكن الحمل ديال التسعى شهور ره الأم اللي كتكلف به ره الأم اللي كتعاني لكل معاناة اللي فطبيعي جدا أنا كالبالية طبيعي جدا إذا وضع الأطفال في اختيار طبيعي جدا يختاروا الأم أنا كالبالية قاعدة قد يكون استثناء إذا كانت الأم يعني ما شيدك الأم اللي في واحد يعني ما نقولش ما قدماتش واحد الجهد معين الأطفال ديالها أو أنه ربما كان واحد نوع من نقصان كنختار الكلمات باش ما نجرح حتى شي واحد نقصان في تربية ديالهم أو غير ذلك الله أعلم ممكن يحيزوا للأب أو أن الأب بدكائه بين قوسين ما نقولش شي حاجة أخرى أنا لا يفهموش كنقصد بدكائه أنه يغري الأطفال كي أعطيهم فلوس كي تلافيهم يخرجهم يشري لهم يدير يدير ولكن وشهد شي كي شري كي شري كي شري الحب للأولاد أبدا إياه لكان واحد نسيجان بين الزوج والزوجة أنه مطبيب الحال كي يكون ذاك يعني هاد ما يقوم به الأب من جهد ويوفر لقمة عيش لأبناء دي مطبيب حيك يكون واحد الأطفال للأبناء لكن أنه يعني يكون غير ذلك يعني فقط الإغراء لأنه عندنا الفلوس وهي ما عنداش فلوس وغادي نغريهم وندير لي وندور معهم وندير سميته باش أنهم يكرههم أنهم لا فكن دخل في حرب في صراع مع أولادي رمشي مع الأم كان دخل في صراع مع أولادي لأنهم من الأبناء يقدر يدرك خاطرك وهذا ونتبه زوين غزال هذا وعرات قبيحات ولكن ما غير يوصلوا للسن دي الاستقلال المادي وانا كان دبا كان هضر وربما سكونا شفت عينية كيرغرو كان عيش لحظة ديال صديق ديالي مقرب عاش في فرنسا بولداته كبرهم قراهم دار بزاف تحويش أمهم أجنبية مطابعة حال وقع مشكل مع الأم الأجنبية ما غيرها درجة شي كامل وقع مشكل دخل المغرب بأولاده نساوه كان عمره ما كان أكثر من ذلك الأب قال لي هبا مبغيش تبقى نشوفك مبغيش تبقى نشوفك مبغيش تبقى نشوفك ما تجي عندي ما نشول فيك ما تسوي فيما نشول فيك فرغم دار هاد الشي لأنه كان وقع أشياء معينة ما تخش في الديطاي ولكن عارف عن التفاصيل ديال ديال العلاقة وربما هادش عايش لوحتي يقول لك كان ربيه في سبيل الله إنسان ما ينتظر شي حاجة من ولداته لأنه هذا واجب كتقوم بي والله تعالى كي أجرق وكانت منهما ربيه طلح النار بركة في ولداته نحن مبغيش منهم ما هو مادي لأنه وليدنا ما كنت نتنوش منه ما هو مادي وكانت منهما ما هو معناوي يتماموا تقديروا احتراموا وكي ما كان قولوا تفضيلوا ويحتقوا قدامهم ماتش والي كانت من الإنسان في ولداته ولكن كانت بقى مسائل بيدي الله يعني كالضحيف شي حويج لأنه هدي سنة الحياة وكي ما تنتظرش بأن ولدك يكونوا ملائكة من غا تكبروا تحتاجهم يقدرو يكونوا ملائكة من تكبروا تحتاجهم وطلقاهم في كتافك كيف ما يقدرو أنهم ما يعقلوش عليك إذن اليوم ما حاجة أي عاجة درتها يقول أنا كان ديرها في سبيل الله ياغا دي القاولي داتي بغي بروبيه وغي هزوبيه والله يديني في طرف من صحتي باش من تحوز عن تش واحد ومن برزت تش واحد ياغا القاولي راسنا في واحد يوم من الأيام يمكنني رفقد نقع الناس اللي قراب لينا في واحد دور مليور العجازة نحن نجنو جاي مستقبالا نحن نربي أنا يرزقنا الكفاف والعفاف والغينة عن الناس غينة وليدتنا غير يكونوا بخير وحنا تحنا تكون عنا خاتيمة نمزينا ومشوف طرف نحتنا ما نحتاجه تشي حد ومن نرونه تشي حد ومن نعذبه تشي حد نختموا بالجواب ديال على السيد أنا كن نصحك إنك إلا كان شي وسيط وحنا تستطيع أن تنفيذ الرجع بيت الزوجية إلى متانعات فقط ستسقط عليها النفقة ممكن أن نقوم بإسقاط النفقة عليها ولكن كانت تسقط الوليدات قائمة لا تسقط إلا بسقطة فرد شرعا يعني أنه الوليدات البنية خاصة يتزوجوا أو يخدموا والوليين طبعا حكا تبقى كان وصل الدراسة ديته 25 سنة فأنا كنت أقترع عليك أن هذا المسير القضائي إن صح التعبير تكون إنسان مضطر لها بعد حيان ولكن أرى ما كتوسطش النتيجة زعمك المبتغات منها والمورد منها فإذا كان شي وسيط اللي ممكن أنه يدخل بيناتكم يجمع الولدات ويجمع الزوجة يهضر معهم في سبيل الله يهضر معهم على أساس يكون شي إيمان مثلا في المسجد اللي ممكن أنه يتطوع ويمشي عندها تسيدة ويهضر معها ويهضر معك نتقبل لأن الأب رابع أحيان كيشوف راسورة ما خاطأ شوية يقدر يكون خاطأ خصوه مثلا يعني بدل الأسلوب دياله مع التعامل مع الزوجة دياله وتعامل دياله مع الولدات دياله ولغير ذلك لأنه ما كنتصورش أن أبغي يقول ابني يقول ما نعوش نكرر الكلمة حاشا لله يقول لك الكلمة اللي كتب لي أنا يعني كلمة يعني من أنصورها بكبائر أنك تسب الوليد ديالك ولا تقول لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريمة ديك أوف ما تقولهاش فما بالوك أنك تقول لي كلمة ديال سب والشتم يعني إنسان بحل لك تعتق يا أيها من قوة أنفسكم وإليكم نار واخدوا الناس والحجرة فأنت أخذك نقدم من نار لأنه لا كان فعلا يعني سبك وهذا مخصوش بك حتى أنه إبراهيم عليه السلام أعتقد مع الأب دياله واللي كان كافر كافر هذا كافر ويقول يا أبتي يا أبتي كتكلم مع دعوين يا أبتي يا أشو ما زال أنه ما ينكر الأبوه يعني كتكلم معه برحمة وبأداب واحترام وبتقدير يا أبتي يعني شو تلك الخطاب القرآني كيفاش كي وصينا فأنا هذا النصيحة لكلية والجميع المستمعين والمستمعات أنه أن السلوك ديالنا ما نكونش أنني رأى كنقول السلوك ديالي رأى طب يعني بين قوسين أنه رأى صافي أنني على حق ولكن إنسان يراجع نفسه ويقبل نصيحة من الآخر إذا كان هذا هذا الشخص أنه فعلا يعني ناصح أمين لهذا الشخص هذا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر